في جديد الملف اليمني ورغم ما تمثله لقاءات إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الرياض من أهمية بالنسبة لمستقبل محادثات الكويت إلا أن اللافت اليوم هو الوضع الميداني في العاصمة صنعاء فما كان مجرد دخان في الأفق تأكد الآن أنه نار مشتعل على الأرض ما يحدث هذه الأيام في صنعاء من تقاسم لنقاط التفتيش وتنافر في مواقع القيادة يعكس شقاقا واضحا ويمهد ربما لطلاق لا مفر منه بين الصالح ومن تحالف معهم من الحوثيين للانقلاب على الشرعية ما قبل المحادثات اليمنية في الكويت ليس كبعدها تبدل في الخارطة العسكرية في صنعاء يعكس حالة انقسام حقيقية بين قوات صالح وميليشيا الحوثي ففي الجزء الجنوبي من صنعاء استحدثت القوات الموالية لصالح عشرات نقاط التفتيش في الشوارع وينتشر جنود من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة والأمن المركزي في الشوارع الرئيسة والفرعية في الجزء الجنوبي فيما يخلو هذا الجزء من أي تواجد لمسلح الحوثي باستثناء بعض التجمعات داخل مقارة حكومية مستمرة منذ سبتمبر 2011 في المقابل تستمر ميليشيات الحوثي بأحكام سيطراتها على الجزء الشمالي من العاصمة اليمنية بشكل كامل وقد استحدث نقاط تفتيش ثابتة في الشوارع الرئيسة والفرعية وفي الأحياء السكنية الواقعة في هذا الجزء وينتشر مسلح الحوثي في معظم الشوارع والأحياء مدعومين من الجنود الموالين عقائديا ومذهبيا للحوثي مقصام ميدني لافت قد يكون بادرة لتحول صنعاء مسرحا لحرب ساحات بين طرفين كانوا حتى الأمس القريب حالفين معنا الآن من جدة الكاتب والباحث السياسي أسامة الشرمي أستاذ أسامة مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار كما تبعنا في التقرير على ما يبدو هناك خلافات ليست فقط فكرية وعقائدية بين جماعة الرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوثيين ولكن هناك الآن أيضا خلافات ميدانية على ما يبدو ما يجري في صنعاء تحديدا إلى أي مدى هذه الخلافات يمكن أن تؤثر على سير العمليات العسكرية هناك برأيك؟ طبعا إلى أي مدى ممكن أن تؤثر على العمليات العسكرية وبإمكاننا أن نقرأها أيضا إلى أي مدى أثرت العمليات العسكرية في محيط العاصمة صنعاء على الوضع الميداني وعلى تحالف الخيانة الحاصل داخل العاصمة صنعاء طبعا من المعروف بأن جماعة الحوثي الأكثر نقضا للاتفاقيات وكذلك علي عبدالله صالح الأكثر لفا ودوران على الحلفاء السياسيين بمختلف أطيافهم فبالتالي كل الطرفين ينظر إلى الآخر بأنه لربما قد يفتك به في ساعة الصفر فبالتالي عندما بدأت العمليات العسكرية في محيط العاصمة صنعاء وبهذه الجدية التي حصلت وخصوصا مع غدوم الرئيس هادي أمس إلى الميدان وإعلان رفضه للحوار الذي ينتقس من حقوق اليمنيين وقد يوصلنا إلى شرعانة الإنقلاب قرأ الجميع هذه الخطاب وهذه الزيارة الرئيس هادي بأنها هي عبارة عن مقدمة أو إشارة لربما تكون للمقاتلين في الميدان بأن ساعة الصفر قد اقتربت فبالتالي لقى الحوثيون وكذلك محوم علي عبدالله صالح لتحصين أنفسهم من شريكهم قبل الضفة الأخرى من القتال فبالتالي نسمع بين الحين والأخرى عن هذه الانقسامات وحقيقة ما ورد في التغرير كان واضح وهو ينقل حقيقة ما يقري في الميدان بأن العاصمة صنعاء مقسومة إلى نصفين النصف الجنوبي من العاصمة صنعاء وهو يتبع علي عبدالله صالح ويعتبر دائرة مغلقة له منذ ما قبل 2014 المنطقة الشمالية التي كانت تسيطر عليها الفرقة الأولى مدرع أو ما كان يسمى بالثورة الشبابية في تلك الفترة أصبحت اليوم تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وبالتالي أصبح الكل ينظر إلى الآخر أنه لربما يتفق مع اللاعب الإقليمي أو ربما تحالف العربي أو حتى الحكومة الشرعية ضده لكونهم هناك نظرة خيانة كل منهما كل الطرفين يمسك الزينات باتجاه الطرف الآخر قبل الجانب الحكومي الآن هناك ما ينظر إلى تاريخ السابع عشر من يوليو الجاري وهو تاريخ الذي كان يحتفل فيه في السابق بتولي السيد علي عبدالله صالح مقاليد الرئاسة في اليمن عندما كان رئيسا الآن هناك حديث عن إمكانية أن يقوم مؤيد صالح ببعض مظاهر الاحتفال في هذا اليوم وهناك تحذيرات من الطرف الحوثي بعدم القيام بمثل هذا الأمر إلى أي مدى برأيك يمكن أن تؤدي هذه المسألة إلى إضفاء نار الشقاق والخلاف بين الطرفين طبعا أعتقد أنصار علي عبدالله صالح بأن الحكم قد عاد إليهم بعض الشيء بعد الانقلاب الذي قامت به جماعة الحوثي وتسببت القوات الموالية لعلي عبدالله صالح في إفشال الحكومة وإفراغ مؤسسات الدولة من محتواها السيادي لصالح هذه الميليشيات فبالتالي لربما يعتزم أنصار علي عبدالله صالح خلال المرحلة القادمة لإقامة احتفالية وهي تأتي نكاية أيضا بجماعة الحوثي التي احتفلت بثورة الحادي عشر من سبتمبر الشبابية التي كانت هي في الأساس الإسقاط علي عبدالله صالح وكانت هناك أيضا خلافات قد برزت ما بين الطرفين في مراحل سابقة حول مسألة التعيينات الغير مبررة والقوائم الطويلة لجماعة الحوثي في الجيش ومؤسسات الدولة وإنشاء هيئات سيادية كبيرة جدا سيطرت عليها فئة أو عائلة معينة أو عائلات معينة تنتمي إلى آل البيت فبالتالي جماعة علي عبدالله صالحهم ينظرون بأن هذه اللحظة التي يردون فيها الصفعة المعنوية التي تلقوها خلال المرحلة الماضية هو يحشد أكبر عدد من الأنصار ليصلوا رسالة إلى حليفهم قريمهم داخل العاصمة الصنعاء بأنهم لازالوا القوى الأكبر فبالتالي جماعة الحوثي لربما تحضر المسألة نضيف إلى أن هذه المناسبة تحمل أيضا بعدا آخر وهي أنها كانت 17 يوليو هي يوم تحرير العاصمة عدن الذي كان في العام الماضي يتوافق مع تاريخ 27 ربضان وكان تحرير العاصمة عدن من ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح وإعلانها أول محافظة محررة بالكامل بعد محافظة الضالع وانطلقت بعدها مسيرة التحرير باتقاه أبيا وشبوة ولاحق وإلى آخرهم من المناطق حتى وصلنا إلى تقوم العاصمة صنعاء فبالتالي كلها دلالات تثير الحساسية ما بين الطرفين وهما كما أشرنا في البداية هو تحالف قائم على الخيانة بالأساس خيانة للدولة وخيانة للأطراف وخيانة على الطابع النفسي والأبنستيمولوجي التي تتملك الجماعتين تجاه الأخرى فبالتالي نحن اليوم أمام فعلا لا ربما صراع قادم داخل العاصمة ولكن في المقابل لا يمكن أن نعول عليه كثيرا كون الجماعتين لديهم مصير واحد مشترك وهو الإنقلاب على الدولة وإنقلاب على مقرراتها وعلى ما أجمع عليه اليمنيين في مؤتمر الحوار الوطني وكذلك القرار أممية للعشرية لو انتقلنا أستاذ السامة إلى المسار السياسي الآن كان من المفترض أن تستأنف مشاورات الكويت يوم الجمعة القادم بعد يومين ولكن لا يبدو أن المؤشرات الموجودة حاليا تدل على أن هذا اللقاء أو هذه المشاورات ستلتأم من جديد هناك اجتماعات وتحركات للمبعوث الدولي ولكن يبدو أن الوفد الحكومي هذه المرة مصر على وجود أشياء ملموسة ضمانات ملموسة ثابتة تضمن بأن المسألة لن تتكرر والسبعين يوم التي أضيعت كما يقول البعض في الماضي أيضا لن تتكرر من جديد نعم الوفد الحكومي أستطيع أن أقول أنا بأنه قد تعرض الخديعة في مرحلة سابقة عندما طلب ضمانات خطية من جانب الإنقلابيين بمجموعة من المقررات منها القدوة الزمني والإطار العام والمرقعيات الثلاثة وإقرارهم بها إلا أن المبعوث الأممي كان والأمم المتحدة من خلال بانكي مون هما من تقدم بهذا الإقرار وصر على أن لا يكون مقدم من قبل جانب الحوثيين وبأن الأمم المتحدة والفريق الأممي المشرف على عملية المشاورات في الكويت هو من سيعمل على تحقيق التحفظات أو الالتزام بتحفظات الجانب الحكومي إلا أن بعد مقادرة الوفد الحكومي لمدينة الكويت في آخر شهر رمضان أعلن المبعوث الأممي خارطة طريق دون الرجوع إلى الأطراف ومنها الطرف الحكومي وكانت خارطة الطريق هذه تحتوي على بعض النقاط التي تختلف مع هذه التحفظات التي كانت أو النقاط التي كانت طرحها الوفد الحكومي في مرحلة سافقة فبالتالي وصلنا إلى مرحلة عدم الثقة ما بين الجانب الحكومي قال وزير الخارجية قليلا ولكنني أقول من خلال المتابعة بأن الثقة قد اهتزت كثيرا فبالتالي اليوم نحن أمام مرحلة جديدة لأنا لا أدري هل كان المبعوث الأممي يعتقد بأنه بعد رحيل الوفود من الكويت وبإعلانه خارطة الطريق تلك المشوهة أنه لربما يكون قد أصاب عصفورين بحجر وهو من خلال تمرير هذه الخارطة الطريق ولكن ندافت أستاذ أسابة أن المبعوث الدولي أعطى الانتباع عندما أعلن عن هذه الخارطة أعطى الانتباع بأن الطرفين وافقا عليها قبل أن تختتم الجولة الماضية هل سنرى عودة على أسس هذه الخارطة أم على أسس جديدة ربما هذه المرة باختصار لو سمعت هذا ما حاول المبعوث الأممي أن يمرره في الإعلام خلال مرحلة الماضية ولكن ما حصل فعلا أنه اليوم يستجدي مشاركة الجانب الحكومي وأنه سيتراجع عن كثير من محتوى توخارطة الطريق فبالتالي لربما نشهد قولة جديدة من المشاورات ولكن بناء على مرقعيات ثلاث القرار الأممي مخرجات الحوار المبادرة الخليجية ولا شيء غيرها ولربما يعدل كثير في خارطة الطريق التي أعلنها المبعوث أسامة الشرمي الكاتب والباحث السياسي كان معنا مباشرة من جدة شكرا لك على هذه المشاركة لآلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال